أعلن مؤخراً عن تفاصيل جديدة حول تصميم مشروع بيت العائلة الإبراهيمية المنبثق من وثيقة الأخوة الإنسانية والذي سيقام على جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ويضم تصميم المشروع المنتظر افتتاحه العام القادم مسجداً وكنيسة وكنيساً بما يبرز القيام المشتركة بين الديانات الثلاث ويحفظ لكل دين خصوصيته مقدماً بذلك صرحاً عالمياً يجسد تواصل الحضرات الإنسانية والرسالات السماوية ويعكس قيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين أتباع الديانات وقد تم حتى الآن إنجاز نحو 20% من الأعمال الإنشائية للمشروع وفي محيط الموقع ستتوفر أيضاً مساحة رابعة تحتضن مركزاً ثقافياً يهدف إلى دعوة الناس لإعلاء مشاعر الأخوة والتآذر ضمن مجتمع متفاهم يقدر قيم الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ترجمة نانسي قنقر